صداني هي الألعاب اللي طالعة دلوقتي زي تشارلي أو الحوت الأزرق وكده بيبقى فيه ناس إن هي مجبرة نهاية انتحر فلما الشخص بيجبرة أنه انتحر وبينتحر فعلاً ده بيبقى دراكة عذاب ويعني نفس عذاب الانتحار اللي مش بتحسب له انتحار أصلاً لا اللي بينتحر هو منتحر ويجب عليه أن يعلم هذا قبل أن يلعب الحوت الأزرق أو الحوت البني لأن الحوت الأزرق هذا يعني هو نوع من أنواع تدمير البشرية الشخص الوضع هذه الألعاب يريد تفكيك الاجتماع البشري يعني شر مطلق يعني شياطين الجني والإنس فيه شياطين للإنس الشياطين دول يدعون إلى الشر إلى الفساد ما عندهمش إيمان ما عندهمش يعني إدراك للحقيقة عندهم إدراك للشهوات عندهم إدراك للمصالح عندهم إدراك إحييني النهاردة وموتني بكرة هو يريد أن يعيش سبه لالة سيبها كده من غير ضابط ولا رابط أول ما بدأ هذا بدأ بعبارات في الاقتصاد وانثالت وانتقلت من الاقتصاد إلى السياسة ثم من السياسة إلى الاجتماع البشري يقولك مثلا بالفرنساوي كان التجاريون يقوله لسي فير لسي باسي يعني دعه يعمل دعه يمره شيء القيود من عليه وبعدين حرية مطلقة عندنا اسمه وتفلت مش اسمه حرية الحرية مسئولية لدرجة أن شاكسبير لاحظ الحكاية دي وجاب في إحدى رواياته أنهم قاعدين اتنين في الهايتبارك شاكسبير واحد جنبيه فاللي جنبيه راح حاطط صباعه في مناخير شاكسبير قاله بتعمل ايه قاله أنا حر كانت شوفي الدعوة إلى الحرية إلى أنهي مستوى قاله حرياتك تقف عند طرف أنفي انت حر مع روحك عيش اللي انت عايزه فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر لكن تيجي تحط وتأزيني بصباعك في مناخيري لا يبقى هنا وصلنا إلى حد أن الأدباء شعروا بالخطورة من الحرية المطلقة دي فاللي حط الفيل اللازرق والفيل اللحمر والحوت اللازرق والحوت البني كل ده واللي هيطلع لسه جديد كله ده عايز يعمل حاجة في الاجتماع البشر كثير من الأولاد الصغار السن خلوهم يتطوروا إلى أنه يطلع على السطح ويرمي روحه أو أنه هو يشنق نفسه بالحبل وبعدين لما معرفش يتخلص أو يجيب الفكة بتاعتها اتخنق ومات يعني منهم من هو قاصد ومنهم من هو غير قاصد لكن بالجملة هذا الطريق طريق عوج طريق يجب أن ننبه الناس إليه طب أنا عندي واحد عزيز عليّ ابني أخوي صديقي عمل كده ومات فربنا سبحانه وتعالى هيعزبه يعني وهي ولا هيرحم ضعفه أو جهله أو عدم اكتمال وعيه ودخوله في هذا وفي الحقيقة أن احنا بندعو الناس من زمانة دينا خمسين سنة وأكتر من خمسين سنة بندعوهم إلى الرحمة بندعوهم إلى الحب مش إلى الكراهية بندعوهم ونقولهم يا جماعة أنتو في ناس عايزاها تشوفوها سودة لكنها مش كده لا الدنيا كده ولا الآخر كده أنتو فاكرين أن الموت عدم دا الموت حياة أنتو فاكرين أن الحياة هي اللي احنا فيها دي بس دا الحياة هي اللي احنا فيها وأيضا الآخرة الاتنين حياة وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان لو كانوا يعلمون يعني هي الحياة الحقيقية أنتو فاكرين أن القبر حفرة من حفر النار القبر ده احنا مؤمنين انه هيكون روضة من رياض الجنة فشوفي الخطاب عامل ايه يسيب الروضة من رياض الجنة اللي هي ان شاء الله بنرجوها من الله سبحانه وتعالى ونفرح بلقاء الله ويخلوها السعبان الأقرع اللي ما وردش فيه حاجة ويخلوها عذاب القبر قولولي ان عليه هو حقيقي ولا مش حقيقي ايوه موجود حاجة وانا مالي وانا بعذب القبر هيعذبني ليه ما تشوفوا ان القبر ده احنا عاملينه روضة من رياض الجنة انتوا فاكرين انه يوم القيامة هيبقى اهوال يوم القيامة ها فيه كتب كتير بتقول كده بس يرأيك بقى ان فيه يوم القيامة ده فيه عرش وان المتحابين على منابر من نور يوم القيامة رأيك انه سبعة يظله من الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ظل العرش انتوا فاكرين ان يوم القيامة ليست فيه شفاعة ده فيه سبعين ألف شفيع كل واحد يشفع في سبعين ألف شفيع يعني سبعين في سبعين باربع تلاف وتسعمية اربع تلاف وتسعمية مليون يعني خمسة مليار وعدد المسلمين في الأرض اثنين مليار بس يا جماعة شوفوا قوله تعالى ورحمتي واسعة كل شيء فلما يجي واحد بيسأل بيسألوا كأن فيه كتالوج في دماغه على ان الموت ده يعني أسود وانه هو ياخدنا من الضر للنار وان احنا هنبدأ العذاب من القبر وانه هو ما فيش ورحمتي واسعة كل شيء ولا هاي جماهير المسلمين بيعتقدوا ان الوعدة والوعيد لابد ان ينفذ ربنا انبقنا انه فيه جنة وفيه نار طب ويوم الايامة لو ان الله ألغى النار هنقول له لأ ميل غيه ما يدخل كل الناس الجنة هو فعال لما يريد وده وارد علماء المسلمين كتير قال له آه وارد هو وعد بالجنة خلاص لانه ده كرب معطاء لكن لما وعده بالنار مش ضروري يعمل ويبقى هي معمولة لنا علشان ما أزيش غيري أخف ربنا أبقى يعني محرص كده عليها يجب ان تكون العلاقة بيننا وبين ربنا مبناها الحب الأمل التفاؤل الرحمة وهو أشر لي كده وبعت لنا رسالة قال بسم الله الرحمن الرحيم ما قالش بسم الله الرحمن المنتقم ولا المنتقم الجبار إنما قال اللي اتنين من صفات الجمال وليس من صفات الجلال اللي في نانس cáنب من صفات الجام التفاؤل التفاؤل